وبولاية البيض تخلى أكثر من عشرين مربية للدواجن عن الحرفة بالولاية في الأونة الأخيرة ولزايلة يواصلوا النشاط أربعة مربين فقط كلهم من خارج ولاية البيض بسبب ما أسماه المربون بالعلاقيلة الإدارية من ضرائب مرتفعة وغلاء الأعلاف وغياب دعم أجهزة الدولة تقرير لنوردير رحماني أرغم الطلب الكبير على الدواجن بمختلف أنواعها بالسوق المحلية لولاية البيض إلى أنه يسجل في مقابل ذلك عزوفاً لشباب عن ممارسة حرفة تربية الدواجن لتبقى السوق المحلية تعتمد في تغتيات الطلب على ما تحمله شاحنات التبريد القادمة من الولايات المجاورة قال لي زونقر بالعوم رام يكرهم يكرهم الناس اللي يجوا منه ومنه أنا ما يخدموش ما أنا قال لي يخدموه الدجاج ما واش منه ما البيض ما واش من البيض غير السعيدين علاش؟ علاش ها البيضين ما يخدموش بيضين بغيها غير طائبة في مقابل ذلك وبعد جهد جهيد عثرنا على كمال شاب تحد كما يقول الضرائب المنهكة ونقص الأدوية ليواصل النشاط مثال كما عندنا هنا الباتوار الباتوار عندنا مثال عندنا محل الباتوار في تيارت نخلص اللي زنبو في العام نجوم لينوميا هنا اللي زنبو نخلص 53 مليون في العام 53 مليون كمال وغيرهم من المربين يطلبون دعما حقيقيا لمواصلة النشاط خاصة ما تعلق بتوفير الأعلاف الفشل الذي يصاحب تربية الدواجن بولاية البيض أكثره سببه إداري محظ جعل عدد المربين بالولاية يتقلص من أكثر من 20 مربيا إلى أربعة مربين حاليا